منذ اللحظة الأولى لتعرض ليبيا للعاصفة دانيال في الحادي عشر من سبتمبر الجاري والتي خلفت آلاف الضحايا تحرقت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء الليبيين فاصطفت الآلاف من المعدات واللوادر وأطقم الإنقاذ وفرق الإغاثة الطبية والإنسانية برا وبحرا وجوا رغم الصعوبات البالغة في الوصول إلى المناطق المنكوبة خاصة في مدينة ديرنا حرقت مصر جسرا بريا عبر الحدود إلى مدينة ديرنا الأكثر تضررا سبقه توجه قيادات من القوات المسلحة والجهات المعنية إلى ليبيا من أجل تسريع وصول المساعدات المعدات وأطقم الإنقاذ والطائرات المصرية ما زالت تساعد وتبحث عن ألاف المفقودين جراء إعصار دنيال مع تضفك المساعدات البرية المحملة بالأغذية والأدوية وأدوات الإنقاذ اللازمة سيارة مصر جسرا جويا دامة لأيام يحمل كافة أوجه المساعدات اللازمة وتواقم الإنقاذ المتخصصة والفرق التبية من أجل سرعة احتواء الكارثة فكانت مصر أول من وصل إلى ليبيا لإغاثة الأسقاء رغم ظروف الطقس السيئة التي تمثل خطرا كبيرا على أرواح فرق الإنقاذ وكذلك إعاقة وصول المساعدات أصدنا نبعد حملة اللازمة قادرة على أنها تدير أزمة من غير ما تكون عبقة على الدولة اللي فيها الأزمة اللي هي في الحالة دي ليبيا أتمنى أن احنا بسرعة نبقى موجودين هناك ونقدم لأشقاءنا الدعم ونتمنى لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوزوا هذه الأزمة الكبيرة تحركت السفن المصرية إلى المواني الليبية وعلى رأسها المسترال جمال عبد الناصر وعلى متنها كافة أوجه المساعدات بجانب تحويلها إلى مستشفى ميداني لتقديم الدعم للمصابين وكذلك تسهيل عمليات انتشال جسس الضحايا من البحر الذي ابتلع الآلاف من الضحايا سلاح الجو المصري كان له دورا بارزا في سرعة الاستجابة وإنقاذ المحاصرين وتقديم الدعم لهم عبر نقل المساعدات العاجلة سواء الغذائية أو الطبية اللازمة مجموعة الهلال الأحمر المصري ما زالت تساهم في البحث عن الضحايا وتقديم يد العوني للأشقاء الليبيين ولم تكتفي مصر بهذا بل دشنت القوات المسلحة على الفوري معسكرات إغاثة بمنطقة مرتوبة والتي تقع إلى الجنوب من مدينة ديرنا بحوالي 27 كيلو متر وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية للمتضررين من فاجعة السيول والفيضانات التي محت أكثر من ربع مدينة ديرنا من على الخريطة الليبية شعب مصر على بعضها بصر ما عليك يا درنا لكن السيسي بزعج لوبنا وفقودنا تحرقت مصر لإنقاذ الأشقاء بتدخل إنساني لن ينساهب تاريخ وهو ما ظهر في تغريدة الليبيين والعرب بشكرهما لوقوف الدولة المصرية بجانب ليبيا في كرستها الكبرى ولإنقاذ شعبها الذي راح منه آلاف الضحايا وما ذال البحث جاري تحت الأنقاض بأياد مدة لتمديم الدعم والعون لنجدة ليبيا وشعبيها الشقيق من مصر محمد الجباس